إلى المستجدات في البحر الأحمر حيث علانت بيثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الحوثيين وافقوا على هدنة مؤقتة للسماح بالوصول للناقلة سونيون في البحر الأحمر وقالت الميثة الإيرانية إن جماعة الحوثي وافقت على هدنة مؤقتة بهدف السماح للوصول إلى ناقلة النفط اليونانية سونيون يأتي ذلك بعد إعلان المهمة الأوروبية في البحر الأحمر أثبت استعدادها لتيسير عملية إنقاذ للسفينة الجانحة ومنع تسرب النفط منها عقب استهدافها من الحوثيين